المترجم للقناة و أنا مع الطائي و مع غير الناطية أنا أدعم الجبلين و أدعم العروبة و أدعم الفرق الصغيرة مثل البقعة و الحائط و كل الفرق أنا بالنسبة لي واحد يعني كنت ممكن تركيزي الأكثر على الطائي لكن كل الفرق أنا يعني كلها سواسية عندي أي شيء ينتمي الحائل فنمعه سابق و أني دعمت و لو كان بسيط نادل فيصلي و نادي الشعلة أيضا الآن كل الموجود جيل شباب و الشباب يعني السعودي يعتبر من أو السعودية الآن شبابها من أكثر شعوب بلدان العالم اللي تهتم كرة القدم يعني هو متنفس للمجتمع هنا كرة القدم فندعم ندعم يعني بالنسبة للكرة القدم و غير كرة القدم الأثر كبير لا في شك الأثر كبير على يعني حتشوف جمهير جاية من أنحاء المملكة حتشوف فرق على مستوى عالي تشغل الفنادق و الطيران الحركة الاقتصادية ستختلف تماما في حالة أنه نادي الطائي و خاصة أن نادي الطائي في مدينة تملك جمهير كبيرة و تملك يعني اقتصاد جيد فأعتقد أنه سيكون مؤثر مؤثر وجود الطائي في دور الممتاز والله أتمنى أتمنى السعود يعني الواحد عليه أنه يعمل يعني يترك النتائج بالآخر يعني أنا ما أعتقد أنه أحد مثلا حتى في مجال الأعمال التجارية أنت تعمل و هدفك بعيد أنا من الناس اللي أرى أنك لا بد أنك تعمل و تعمل و تترك موضوع الهدف حيصل الإنسان إذا عمل و ذلل الصعاب اللي موجودة في أي مجال سواء تجاري أو حتى في مجال كرة القدم أعتقد أنه حيصل فأتمنى إن شاء الله أنه يصعد الناس أول حاجة أن نتكلم عن عدة أندية و الكل يشتغل الكل يشتغل من أجل أنه يصعد أعتقد أنه كل ما التف أعضاء شرف داعميين و إدارة جيدة و مستمرة يعني ما يكون فيها انقطاع أعتقد أنه هذا كل شيء يعمله الطائي كان يعني في مواسم كان قريب من التأهل يمكن الحظ خذله بعض المباريات لكن الواحد ما يقف يعني لا بد أنه يستمر بالعمل و أعتقد أنه السنة هذه يعني يمكن فيه وقوف كبير من قبل الجماهير و أعضاء الشرف للعمل من بداية الموسم أنا أشوف الموسم هذا يمكن يعني من المواسم اللي فيها حل كثير من المشاكل فإن شاء الله هنا نشوف الطائي متأهل والله الميزانية أعتقد أنه الصرف اللي حيكون أقل من الخمسة عشر مليون حيكون صرف النادي على الموسم القادم يعني ممكن نصف المبلغ هذا حيكون عن طريق الإعلان و التلفزيون و الدعم اللي يجي من الاتحاد و النصف المتبقي لا بد أن يكون عن طريق أعضاء الشرف ممكن يكون أقل ممكن يكون أكثر لكن هذا هو ما أبلغ التقديري تقريبا والله الرسالة أن الجماهير إذا تكلم في مجال الكرة أن الجماهير تقف مع النادي سواء أن النادي يتعثر أو أنه ينجح في بعض المباري لازم الوقوف مع النادي وأيضا أتمنى من الجماهير أنه عدم الإساءة خاصة عن طرق وسائل الاتصال سواء عن طريق تويتر أو لا عدم نقد الجارح للمسؤولين والإداريين بالأندية الأندية يمكن المسؤولين يتركون أهاليهم و أولادهم من أجل هالهدف هذا ما هو هدف أن النادي يعني يحصد النقاط و يتأهل فأتمنى أنه أن الناس تكون يعني أول خاصة المتابعين أنه يتركون الأشياء التي يعني ما أعتقد أنها يعني إعلاميا خاصة أنها يجب أن تقال الشيء الثاني أيضا مواضيع العنصرية أحنا في مدينة حائل يعني عندنا نادي الطاي و عندنا الجبلين و نتمنى إن شاء الله أنه كل الفريقين يتأهلون الجبلين و الطاي أنهم يتأهلون للدور الممتاز فأنا من الناس اللي يعني أشد وأقول أنه كلها تمثل مدينة حائل كلها تمثل مدينة حائل و أتمنى أن الناديين هذا و لا يكونون ممثلين هذا أيضا سيكون مردود على مدينة حائل و على اقتصاد مدينة حائل ترجمة نانسي قنقر